هذا الكتاب الثاني قالوا بأن مؤلفه شيعي قد صار رافضيا هذا فرائد الصمتين للمحدث الحمويني أو الجويني الخراساني للمحدث الجوين الخراساني وله قصة معروفة على يده أسلم الملك المغولي غازان والكتاب كتاب معروف هذا هو الجزء الثاني من فرائد الصمتين طبعة دار الحبيب طبعة إيران ألف وأربعمية وثمانية وعشرين للهجرة الطبعة الأولى الجزء الثاني صفحة أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين فراعد الصمتين رواية طويلة الرواية بسنده يرويها عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه السلام فلما رآه بكى ثم بدأ النبي يتحدث عن ظلامة أهل بيته إلى أن وصل الحديث عن فاطمة فماذا قال صلى الله عليه وآله صفحة خمسة وثلاثين من فرائد الصمتين للمحدث الجويني الخراساني وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روح التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض ويستمر النبي في حديثه إلى أن يقول كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمدا فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية ويستمر في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة تصريح واضح الكتاب من كتب القوم والحديث بإسناده عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ليس عن الأئمة المعصومين الحديث ليس عن الشيعة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس والكتاب من كتب القوم والكتاب معروف والمؤلف معروف البعض منهم قالوا هذا مترفض عنده ترفض والبعض الآخر يغضون النظر عن هذا الموضوع والرواية صريحة فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة يقول رسول الله عند ذلك ماذا يقول اللهم ملعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذلها وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها فتقول الملائكة عند ذلك آمين الرواية واضحة وصريحة وجلية وبينة أنا لا أريد أن أتتبع ما جاء في كتب القوم هذه نماذج النماذج الأول ابن قتيبة دينوري في كتابه الإمامة والسياسة النماذج الثاني المحدث إبراهيم الجويني الخراساني في كتابه فرائد السمطين ترجمة نانسي قنقر